الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين نعمة الأمن نعمة عظمى يسعى لأجلها الأفراد والأسر والمجتمعات وحتى الدول نعمة طلبها حتى الأنبياء هذا هو أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل قال رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمارات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لنا أن نعيش مع تلك الآية قدم نعمة الأمن على طلب الرزق كيف هذا؟ نعم لأنه بدون الأمن لا قيمة للطعام ولا للشراب لا طعم له في الفم ولا قيمة حتى للمكان الذي يعيش فيه الإنسان في خوف وفي هلع ويخاف على نفسه وعلى أهله وعلى أمواله وممتلكاته ولذلك قدمه الخليل إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله من الثمارات ولذلك الإمام الرازي نقل عن بعض العلماء أنه سئل أيهما أعظم وأفضل نعمة الأمن أم الصحة؟ كلاهما عظيم لكن العالم قال كما نقل للإمام الرازي قال نعمة الأمن قيل كيف ذلك؟ تفضل على الصحة؟ قال نعم لو أن هناك شاه غنم كسر قدمها ستأكل وستشرب إذا كانت بأمان وسرعان ما تعود إلى صحتها بعدما كسرت القدم وأثر في صحتها لكنها في أمان ستعود إلى صحتها كما كانت لكن لو أخذنا شاة أخرى سليمة بقمة صحتها وربطناها بجانب ذئب مربوط وتنظر إليه ليلة نهار فإنها ستمتنع عن الطعام والشراب حتى تموت هذا الفارق ما بين الصحة والأمن نعمة الأمن الذي عرفنا بقيمتها الرب حينما خاطب نبيه موسى عليه السلام وأن ألقي عصاك سيدنا موسى ألقى العصا فتحولت لثعبان عظيم فولى هاربا قال له تبارك وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أعطي الأمان بل هذا نبي الله يوسف يقول لأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين حفظها الله وغيرها من بلاد العالمين يدخلوا مصر إن شاء الله كيف الحال آمنين مطمئنين حتى أهل مكة وأهل قريش امتلنا الله عليهم بتلك النعمة في القرآن الكريم فقال جل وعلا الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف لأن الحال في الجاهلية حول قريش كان في قمة التفرق والعنصرية وهذا يغزو ذلك وهذا يعتدي على ممتلكات غيره وهذا يأكل الحقوق ولذلك يمتن الله عليهم في القرآن الكريم حيث يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا في قريش آمنا ويتخطف الناس من حولهم أمنهم حتى أقسم بتلك النعمة لعظمها في القرآن الكريم فقال جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إذن نعمة عظمى ينبغي أن نرائيها حتى يحفظها لنا ربنا ينبغي أن نرائيها بأعمالنا نؤمن بعضنا فلا تؤكل الحقوق ولا يعتدى على الغير ولا يروع الآمنون ولا يعتدى على حق الآخرين لأنه بهذا يسير في طريق معصية رب العالمين ويكون في طريق قال عنه تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة متنئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ينبغي علينا أن نسير في طريق الأمن والأمان حيث كان يدعو به عليه الصلاة والسلام اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي بل حينما ينظر إلى القمر يقول اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام اللهم ارزقنا الأمن والأمان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة